هننتقل بعد كده ليه الفلويد دايناميكس أو ديناميكا المواقع أول نوع عندي من الفلو اللامينار فلو أو السريان الخطي كيمة فلو بتاعني سريان أو تضفق أحيانا بنسميه لستيدي فلو من خصائص هذا التضفق إن each particle of the fluid flows as smooth path the path of the different particles never cross each other من خصائص هذا الفلو إن خطوط السريان لا تتقاطع مع بعضها البعض لا يحدث عملية الكروسينج every given fluid particle arriving at a given point has the same velocity the path taken by particle is killed stream line هذا البص بنسميه لستريم لين دي مجموعة من الستريم لين the velocity of the particle is the tangent of the stream line لو حبيت أحد صرعة أي جسيم هو الممس للستريم لين لهذا الخط asset of stream lines scaled at a tube of flow المجموعة دي بنسميها أمبوبد السريان أو التضفق ثاني نوع من الفلو بنسميه Turbent flow أو السريان المضطرب An irregular flow characterized by small wire pool like region عبارة عن سريان غير منتظم بيتميز به الwire pool أو مناطق الدوامات من خصائص هذا الفلو إن الخطوط السريان بيحدث لها cross each other بيحدث لها تقاطع متى يحدث التربلاند فلو؟ التربلاند فلو occurs when the particles go above some critical speed لما بتزيد سرعة الجزائيات عن حد معين من الخصائص المهمة بالنسبة لعملية الفلو ديناميكس الفيزوجستي أو الليزوجستي describe the degree of internal friction in the fluid بتصف لي مقدار الاحتكاك الداخلي بين جزائيات الماء this internal friction اللي احنا منسميها الفيزكوس force is associated with the resistance that two adjacent layers of fluid have to moving relative to each other the ideal fluid flow عشان أصل للتضفق النموذجي للفلويد there are some simplifying assumptions بعض الاقتراحات meet to the complex flow fluids to make the analysis easier عشان نخلي عملية تحليل بيانات أسهل بنفترض the fluid is non-physicous and السائل غير لازج معنى كده ان internal friction is neglected بنهمل الاحتكاك الداخلي وبنفترض أيضا the flow is steady ثابت i the velocity of each point remain constant من المعادلات اللي بتستخدم لوصف حركة المواقع اللي هي the equation of continuity أو معادلة الاستمرارية في معادلة الاستمرارية بنفترض ان عندي tube of different cross section area يعني مساحة المقطع عند الطرف الاول a1 بتختلف عن a2 the particles move along stream line in steady flow the mass z cross a1 in same time interval delta t is the same as the mass cross a2 in the same time interval انه كتلة المائع اللي بتعبر اطرف a1 في فترة زمنية والياجون delta t هي نفسها الكتلة اللي تخرج من الطرف الثاني في نفس الفترة الزمنية اذا M1 هتساوي M2 ازاي بحسب الكتلة M بتساوي الرو في V الكسافة في الحجم لو بصيت لي الشكل اللي قدامي الحجم اللي هيعبر في الزمن delta t هيساوي مساحة القاعدة في الارتفاع اللي هو delta x1 delta x1 المسافة بتساوي ايه؟ A1 في delta t يبقى عوضت عن الحجم الاول اللي هو A1 في delta x1 بعد كده عوضت عن delta x1 بحصل ضرب السرعة في الزمن وصلت للمعادلة الامامي هختصر الرو مع الرو كسافة السائلة تتغير نفس الفترة الزمنية delta t مع delta t هصل للمعادلة A1 في V1 هتساوي A2 في V2 حيث A1 هو القروس سكشن أريا للتيوب عند الطرف الأول V1 صرعة الليكويد عند الطرف الأول نفس الكلام A2 V2 بالنسبة للطرف الثاني المعادلة دي بنسميها معادلة الاستمراري بتنص على إن بعض الملاحظات من هذه المعادلة لما بكون الأنبوبة ضيقة بتكون صرعة السائل مرتفعة The speed is low where the tube is wide The product A V حاصل ضرب A في V ده بنسميه الفلوريت أو معدل التضفق وبنور مظلوب الرمز Q ايه هو الفلوريت أو معدل التضفق The volume of fluid flowing past a point in the tube per second هو حجم المائع اللي بيمر في نقطة في التيوب في الثانية الوحدة يبقى في معادلة تانية أحسن منها الكيو الفلوريت delta V by delta t أو الحجم الكلي على الزمن الكلي وحدة الفلوريت cubic meter per second أو ممكن نتكتب cubic meter second minus one l-A V equal constant is equivalent to seeing the volume that enters one end of the tube in a given time interval equal the volume leaving the other end in the same time interval نفس معادلة الاستمرار بعد التمرين أول ما يساعد بقولي Water pipe leading up to a hose has radius of one centimeter Water leaves the hose at rate three liters per minute أول سؤال Find the velocity of the water in the pipe The hose has radius of half centimeter What is the velocity of the water in the hose أول سؤال الفلوريت Q بيساوي delta V على delta t الر one centimeter الكيو أعطهوني three liter per minute مطلوب الفي أول حاجة أحول الفلوريت من وحدة لتر في الدقيقة إلى الـ SI unit اللي هي متر مكعب per second ثلاثة لتر في الدقيقة لما حول من لتر لمتر مكعب بضرب في عشرة أسسالة بثلاثة في البسط ومن minute إلى second في المقام بضرب فيه 60 يطلع الناتج خمسة ضرب عشرة أسسالة بخمسة متر مكعب بيرسك طيب أنا عندي الكيو بيساوي الأي في الفي يبقى أقدر أحسب الفي هتساوي الكيو على الأي الكيو موجودة لكن فين الأي أعطيني نصف القطر وأنا عارف أن مساحة المقطع pi r square يبقى أسامة الفلوريت على مساحة المقطع حسبت سرعة السائل عند الطرف الأول اللي هي V1 وتطلع السرعة 159 متر بيرسك يبقى كده حسبت V1 بنفس الطريقة أقدر أحسب V2 بما أن Q1 هي نفسها Q2 من معادلة الاستمرارية إذن V2 هتساوي الكيو على A2 خمسة ضرب عشرة أسسالة بخمسة على pi نص في عشرة أسسالة بثلاثين لكل تربية تطلع V2 تقريبا 6-10 متر بيرسك مثال آخر نصف القطر يبقى أعطيني R 15 من 100 متر أعطيني الصرعة السائل 3 متر بيرسك What is the flow rate in the water mean يبقى السؤال المباشر بيقول لي احسب الفلوريت الفلوريت الكيو هيساوي A في V واحدة هيقول لي طب ليه ما استخدمناش الكيو بتساوي delta V by delta T أنا باستخدم المعادلة حسب المعطيات اللي عندي في المسألة القانون ده ممكن أحسب منه الفلوريت وأيضا الفلوريت بيساوي مساحة المقطع في الصرعة يبقى حسب المعطيات اللي عندي بقدر أحسب الفلوريت مساحة المقطع by R تربيع في صرعة السائل حسب الفلوريت 21 من 100 متر مكعب بيرسك مثال آخر A blood vessel of radius R شريان دموي نصف قطر R splits into four vessels يقول للشريان انقسم إلى أربع أفرع رئيسي H with radius نصف قطر الفرع الواحد R على 3 إنما نصف قطر الشريان الرئيسي R if the velocity in the larger vessel is V finds the average velocity in each of the smaller vessels عاوز صرعة الدم في كل شريان صغيرة في الحالة دي لما بيكون عندي تيوب أو شريان بيتفرع لعدة أفرع بتصبح معادلة الاستمرارية على الشكل ده ليس A1 V1 هتساوي A2 في V2 but A1 V1 هتساوي N حيث أن هي عدد التفرعات A2 في V2 بعود في معادلة الاستمرارية V1 في A1 اللي هي باي R تربيع هتساوي عدد الأفرع أربعة V2 في الباي R على 3 لكل تربيع هختصر الباي مع الباي R تربيع من الطرف الأيصر مع R تربيع إذن V1 هتساوي أربعة مربعة تلاتة تسعة V2 أو V2 هتساوي تسعة الأربعة V1 تسعة الأربعة